ارتكبت تمرشات الحوث الانقلابية المدعومة من ايران 80 خرقا للهدنة الاممية في مختلف الجبهات خلال 24 ساعة الماضية في ظل التزام قوات الجيش بوقف اطلاق نار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية وتوزعت الخلقات بين 28 خرقا جديدا بمحور حيس جنوب الحديدة و22 خرقا في جبهات محور تعز و11 خرقا في محور البرح غرب تعز وتسعة خلقات شمال وغرب وجنوب مأرب وثمانية خلقات في جبهات محافظة حجة وخرقين في جبهات مريس بمحور الضالع وتنوعت الخلقات بين السيداء في مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا منها خمسة صواريخ على مواقع عسكرية جنوب مأرب اضافة الى اطلاق نار مباشر بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة نتج عنها استشهاد احد ابطال الجيش الوطني واصابة خمسة اخرين في مختلف الجبهات كما واصلت الميليشيا الحوثية حجة تعزيزات البشرية والعتاد القتالي واستحداث مرابض مدفعية وعيارات من عدة او في عدة جبهات بالاخص جنوب وغرب مأرب اشتركوا في القناة